موسيقى السؤال استفتقى لهالأسبوع هو مين بتشوفه انه منطقية اكتر بحكمة على المشتركين ببرنامج The Voice أحلام أو سميرة سعيد؟ وجه الفنان اللي بناني رامي عياشر سالة قوية لصحافة من دون ما يسميه من بعد حلقة منا وجر الثلاثة الماضي وكتب على صفحته بدي قول للصحافة من داعي رجولية واللي بيتغير لونه مثل الحرباية محاولاتك مرح تنفع من هلأ ونواياك صارت مكشوفة للناس وعقدك وحقدك صاروا واضحين يراتب تهتم بالأمور المفيدة بدل من سفاهة سقافتك المزيفة بافتعال المشاكل بين الفنانين وختم رامي حكيه بتوجيه رسالة للفناني السوري نصيف زيتون وقال له انه بحبه قررت الممثلة المصرية مايعز الدين ترتاح من تقديم مسلسلات جديدة بالشهر رمضان الجاية من بعد ما قدمت هالسنة برمضان مسلسل لبرنسيسا بيسا وعم تفكر مايت ترجع للسلمة بعد سنوات من الغياب ورح تكون السن الجاية المرة التانية اللي بتغيب فيها مي عن الدراما الرمضانية من بعد 2017 مع انه تعودنا عليها تكون موجودة وتحق النجاحات كل سنة بكل مرة بتقرر الممثلة السورية أمل عرفها تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي بترجع كرميل تتواصل مع الأصحاب والزملاء هالمرة سكرت صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتركت حسابه على صفحة تانية من بعد ما تعرضت لأكتر من موقف وتعليقات جارحة وبتصريحة لموقع الفن أكدت أن السوشال ميديا صارت نقمة ومنى نعمة لأنه ما في أي ردع أخلاقي لكثير من الناس ومستوى التعليقات مفتوح من دون رئيب أو حسيب وختمت هالمواقع صارت تكشف حقيقة واقع مجتمعنا والأفضل ابتعاد لتفادي المواقف المحرجة مرة جديدة عم يخلق الممثل المصري أحمد الفشاوي جدل بسبب تصرفاته معمرته ندا كامل وهالمرة نشر أحمد فيديو بيّن في معمرته عم بغزله بعض ولما قربت منه مرته لتبوسه على خده فجاءه بيسه على تمه وتفاعل متابعين مع الفيديو وعطار الدكتار على نشر هاللحظات الحميمة مع مرته خصوصة إنه مش أول مرة أثارت الفنينة الإماراتية أحلام الجدل من بعد ما نشرت فيديو كشفت أنه جوزة عمل لايك على صورة نجمة التليفزيون الواقع كيم كارداشن فاندهشت وقالت وقسنا المتابعين على هضامة أحلام وتعليقات العفوية يلي بتميزها وبتخلي الناس تحبها أكتر لمعرفة كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد